السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلاً وسهلاً بالجميع ويعطيكم ألف عافية كل عام وأنتم بغير وحمد الله على السلامة وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالعيد إن شاء الله تكونوا تذكرتوا أهلكم في غزة إن شاء الله إحنا نتغير عن جد نتغير نتغير من ناحية كيف نفكر في بعض بديت تخيل معاي مثلاً إنسى غزة لو القاهرة حتلت شو بديكون شعورك؟ لو الرياض حتلت شو بديكون شعورك؟ لو في عدوان على مدينة عمان شو بديكون شعورك؟ أعتقد إنه لازم كلنا نشعر بألم خواننا اللي حوالينا أهلنا في اليمن عندهم ألم نشعر فيهم واجب واجب علينا أهلنا في موريتانيا عندهم ألم نشعر فيهم أهلنا في دمشق في سوريا عندهم ألم بدنا نشعر فيهم أنا برجع بكرر ما بنظر أنا بحكي اللي بحس فيه إحساسي طبعاً أنا مش جاي أعمل معك خلافات وأناقشك أنت صح وهذا غلط أنا بحكي شعوري وإيش بحس إنه لازم أحكيه حالياً أهلنا في السودان في عندهم معاناة كبيرة مع إنه مش قادرين يعني أنا مش قادر أعرف تفاصيل اللي بصير هناك على أقل على مستوى الشخصي مش فاهم كثير في فلسطين عندي الصورة أوضح بالنسبة لي على الأقل لأنه أنا من فلسطين نعم وبعرف شو اللي بصير هناك فعندي الصورة أوضح في عندنا شعب فلسطيني يقتل ويذبح وهو مسلم بايداوي وفي منه مسيحي كمان عشان تكون بالصورة مسلم ومسيحي يقتل ويذبح من مين؟ من عدو واضح من اليهود فبستغرب مرات من الناس اللي بحكوا بهذا لم أحبش حكي المسيحة ولكن بدي أحكيها بستغرب من الناس إنهم لش يعملوا هيك؟ ما هو الحق عليهم؟ لو حماس ما عملت هيك؟ ما صار هيك؟ يعني أنت في خضم اللي بصير هناك بدل ما تنصرهم بأي طريقة ممكن حتى لو بتدعاء بينك وبين نفسك ما حدا يعرف عنك بتطلع بتحكي إنو الحق عليهم إنت ما بتعرف شو صار معهم إنت ما بتعرف كيف عاشوا الـ 75 سنة إنت ما بتعرف بالذات أهل غزة العشرين سنة الماضية كيف عاشوها ما بتعرف فما تحكم عليهم أنا ما بعرف فما بحكم عليهم أنا معهم أنا مع أخوي المسلم أنا معاه قلبا وقالبا يا رجل فيه واحد مش مسلم قاتل معهم مسيحي فيه غزة لأنه بيعتبرها أرضه تيجي أنت كمان الأخ المسلم العربي الجار تنتقدوا وتقول الحق عليهم لو ما عملوش هيك ما صار هيك على الأقل يا أخي ادعيلهم ادعيلهم كون إيجابي وادعيلهم اطلع هم العدو كيف متماسكين وكيف يدعمون بعضهم البعض يعني نوعا ما والدول تدعمهم إحنا الشعوب المسخمة ما ندعمش نوقف ضد وصير نحكي على بعض ونغلط على بعض ونسيب على بعض حياة واحدة ننعيش على هذا الكوكب لازم تكون هاي الحياة في إرضاء الله إذا ما كانت في إرضاء الله أنا وياك خسرنين فخلينا عن جد نسواه في إرضاء الله يا أخوان أرجوكم أنا دائما بحكي بكثر حكي نعرف بس والله الواحد من تعبه أنا بحب أنا قلبي مفتوح لكل إخواني العرب للجميع أنا أصلا مش مثل عرب أنا إلي أصدقاء يهود أيامي الدراسة دراسوا معاي في أوكراني يهود شلو يهود مفروض أنا أكون أعدائي مش أعدائي لا أنا عدوي اللي بقتلني وبظلمني بس هذا عدوي أما باقي البشر ما عندي مشاكل الملحد الملحد صحيح أنا لا أتفق معاه ولكن هو هو قراره حر لكن أنا ما بكره ولا بدي أقتله ولا بدي أعمل معاه شي الله يهديه بقول فإحنا كمان نصير نتمنى لبعض الموت وإنه إحنا منستحق ونجلد بعض والله ما بصير الله يعيننا الله يعين الله المستعان الله ينصر أهلنا في فلسطين وأهلنا في السودان الله يخفف عنهم ونزيع عنهم هذا الكرب طيب حلقة جديدة من السلسزار حاولت أجاوب أسئلة كثير بس كثير أسئلة فيها متكررة فأنا جاوبتها كثير يعني يا أخوان في عندي سلسلة اسمها السلسزار لو عندك وقت يعني يمكن فيها خمسين أو مائة فيديو فيها كثير فيديوهات ففي أشياء كثير مكررة إحضارها يمكن رايحك ومثلا تلاقي جوابك لكن ده حاول هنا بعض الأسئلة جاوبها ورح أروح على بعض الأسئلة العامة اللي موجودة وأذكرها وأقرأها ونشوف لوين ممكن نوصل فإذا أنت عندك سؤال جديد اكتبه وكل واحد بكتب بشكرني الله يجزيل خير كل واحد بذمني الله يسامحه فأكتب اللي أنت بتشوفه مناسب مين أشتري؟ ريلمي ولا الردمي ولا أوبو هذول الشركات هم بيشبهوا بعض وقراب من بعض بس هم ما بيشبهوا بعض كثير أوبو تملك ريلمي عشان تكونوا بالصورة وأوبو صنعت ريلمي أو فتحت هاي الشركة عشان تنافذ شاومي باللاين تبع الردمي فشاومي عندها شركة ريدمي أوبو عندها شركة ريلمي دخلوا مع بعض عشان ينافسوا في الفئة فعليا الاقتصادية والفئة المتوسطة وشويش في بلش يطلعوا ويجيبوا أجهزة هم فاضين فاضين يقولك نسوي أجهزة برضو فلاكشب فهستا بتلاقي ريلمي بتحاول تسوي فلاكشب وريدمي بتحاول تسوي فلاكشب مع أنه أوبو بتسوي الفلاكشب وشاومي بتعمل فلاكشب فبتحس أن الدنيا هيك commitment دخلة في بعض على كل حال خلينا نركز أنه ريلمي وريدمي هم المتوسطة ما بنفع القارنة مع أوبو وشاومي لأنه صح حتى أوبو بتعمل أجهزة متوسطة ولكن بتسميها أجهزة متوسطة بريميوم فسعر الريلمي المتوسط مش زي سعر الأوبو المتوسط وانا بصراحة بشوف لا اذا بدأ اشترك متوسط بروح لريلمي او لريدمي لانك بتاخذ مواصفات عالية وسعر نوعا ما منطقي ومش بس هدول الشركات اللي بيسووا اجهزة متوسطة انا مؤخرا عملت فيديو عن اربع اجهزة متوسطة الجالكسي اي وخمس وخمسين الناتنج تو اي والريلمي اتناعش برو بلس والانر تسعين الانر تسعين كان يعني كثير عنده اشياء حلوة والريلمي برضو كان عنده اشياء قوية حسيت انه ممكن الانر تسعين كان الافضل بينهم كلهم مع انه عند الريلمي اتناعش برو بلس عنده كاميرا تصويرية مع زوم ممتازة جدا والسوفتوير عند الناتنج هو الافضل بالاضافة لسامسونج فبتحتار فعليا يعني اجهزة متقاربة بتحتار لازم انت تدور على ميزة معينة بدك اياها تدور عليها ومعاك ميزانية معينة تروع عليها وتشتري الله يوفقكم لماذا لم احصل على مليون مشترك السبب بكل بساطة مش عمالي بقدم محتوى ومنافس لو انا بقدم محتوى فيه تميز وفيه حركات واجهزة كثير ممكن انافس نقطة مهم اللازم تعرفوها احنا بنحكي او صناع المحتوى بنحكي عن التقنية وعن الاجهزة اذا ما بتجيك اجهزة كثير لابتوبات كاميرات تليفونات ساعات تابلتس اجهزة كثير تلفزيونات ما رح تقدر تتميز وتقدم محتوى يعني رهيب بعض الناس ما عندهم هاي القدرات عنده قدرة المنتاج الحلو والافكار الحلوة ما اعطيك مثال مثلا عبيدة او قويدر ما بتصلوا لاجهزة كثير ولكن بعمل محتوى متميز انه هو متميز صراحة يعني فهاي يعني الشغلة يمكن انا تعبت ومطلت افكر كيف اسوي اشي متميز ولكن بحاول بالاشي اللي بقدمه حاليا اقدم اشي مفيد يعني لو شوي عشان اقدر انافس اعتقد انا بالنسبة لي انا شخصيا على مستوي الشخصي محتاج انه يكون عندي اجهزة الشركات الاسف يتنصلون منا تنصلا للاسف ما بعرش اسوي معهم مش عارف خلص الموضوع صار متعب فعلى اغلب ما رح اوصل المليون مش كثير يعني انا زعلان بس هو هيك الوضع عشان توصل المليون بدك تعمل اشياء كثير ولازم يكون فيه دعم ومش دائما هذا متوفر يا اما بتكون متميز جدا جدا او بتكون مدعوم من الشركات فلا انا متميز جدا جدا ولا مدعوم من الشركات فعشان هيك بنتقدم تقدم السلح فال الحمد لله رب العالمين انا مشترك مع جوجل فوتوز وبدفع فلوس في اشتراك شهري عشان يبطل عندي 15 قيجا ساعة تخزينية وصار عندي 100 قيجا سؤالي انه لو انا وقفت دفع بطلت ادفع خلص بطلت ادفع شو بتفصر علي هل رح اخسر 100 قيجا تابعوني مع بيتهم صورة شخصية ايش رح يصير اللي رح يصير انت ما رح تخسر صورك الشخصية بس يتوقف دفع حيرجعوك لل 15 قيجا اللي كنت فيها حيحافظوا على صورك عام ما تدفع الصورة حتظلها موجودة عام ما تدفع اذا دفعت بتقدر يعني بتسحب صورك اذا ما دفعت وبيضلهم يبعتلك ايميلات ادفع خد صورك ادفع خد صورك لحد دي تسنتين بعد السنتين بيحذفوا الاكاونت تبعك فانت عشان ما توقع بهاي المعضلة على الاقل اذا عارف حالك ما عندك القدرة للدفع وتركت 3-4 أشهر وتركت ما دفعت ادفع شهر واحد فعل الميزة اعملهم داونلود على كمبيوترك المية دقيقة هدول وبعدين خلص هم يعني جوجل حيعطوك سنتين فمعاك يعني وقت لكن ما تنسى حالك لانه ممكن يروحوا السنتين والتناسي وتروح عليك البيانات هل لو عندي خمسين الف متابع الشركات رح ترن علي وتقول لي تعال نشتغل معك ممكن جدا ولكن الموضوع مش بهاي السهولة انت عشان الشركات فعليا يحكوا معك لازم يلاقوك عشان يلاقوك لازم تصنع محتوى متميز ولما تصنع محتوى متميز بتبلش تبني جمهور هذا الجمهور لما يتفاعل معك يشير ويحكي عنك عشرين الف متابع وتنتبهل لك الشركات ويعجب هالمحتوى وتشتغل معك وممكن يكون عندك مئة الف وما يشتغلوا معك فالمهم في الموضوع ان المحتوى يكون متميز والإيدت تبعك يكون كويس الكواليت تبع تكون عالية وفي تفاعل من الجمهور تبعك ساعت هالشركات هم حيدوروا عليك اما انت اذا عندك مئة الف وما عندكش يعني ما عندك هالإنجيجمنت العالية وتبلش تبعث للشركات مو حيشوفوك بس اذا ما شافوا إنجيجمنت مرتبة ومشاهدات عالية ما رح يجو عليك لو كنت اجمل شاب بالعالم واقوى شاب بالعالم سزار احكينا عن ايو اس 18 هل في اشيه كمتميز فعليا لخلي الواحد يتحمس ويروح يشتري ايفون عشان تنتقل لايو اس او تنتقل لايفون بدي يكون عندك الرغبة بدي يكون عندك الشغف تمتلك هذا الهاتف وتدخل على عالم ابل وعلى عالم الايكو سيستم تبعهم لأنه ابل لما صنعت هذا الايكو سيستم يعني لما خططت للموضوع انت عندك ايفون عندك الساعة ابل عندك سماعة ابل عندك لابتوب ابل عندك كلاودس من ابل عملوا نظام متكامل لما انت يدخل جواته بيعطيك التجربة الصح الصح عن جد تجربة حلوة متميزة بس إذا انت عندك اشي واحد بحاسسوك انه لقى تجربتك مش كاملة بدك التجربة الكاملة تعال على عالم ابل وانا هاي الشغلة ما بحبها انا كنت اتمنى بس هم يكل يعني النظام تبعهم عشان يقدروا ينجحوا ويسيطروا لازم كل اشي يكون داخل ابل برا ابل ماناش مصرحة فيك والله عندك مشاكل بالتصوير اشتري ايفون عندي مشاكل بالإيدت اشتري ماكبوك طب اشتري ويندوز لا لا الويندوز لا طب تعاون مع ويندوز لا لا ماناش داخل طب بنعمل ايه ايو اس عكل حال بدي احكي عن بعض ميزات الايو اس 18 ممكن تعجبك ممكن عادي ما تعجبك ميزة جديدة تقدر تعمل سكيجول او جدولة للرسائل اس ام اس يعني تصير اذا انت بتعتمد على اس ام اس في امريكا بعتمد كثير على اس ام اس ممكن تعملها جدولة انه هاي الرسالة تنبعث للفلان الفلان الساعة كذا باليوم الفلاني انا مثلا بحب موضوع الجدولة لما برفع فيديوهاتي بعملها جدولة لما برفع ستوريز او ام مش ستوريز ريلز بعملها جدولة وهذا مريح بالنسبة لي بعض الناس بحبوا البوستات يعملها جدولة فالجدولة مهمة وهي موجودة الميزة في الايو اس 18 ميزة جديدة بالايو اس 18 رح تخليك تتخلى عن كل تطبيقات الباسورد المشهورة عالميا وصرت الى اسم عشان تحافظ عباسورداتك ايو اس حيحافظ عباسورداتك ببلاش داخل النظام وحيكون مشفر وما حدا يقدر يوصل لهاي الباسوردات المفروض بدون ما تدفع ولا فلس فهاي ميزة اعتقد انا مرتبة ميزة برضو حلوة بالايو اس 18 بتقدر تغلق تطبيقات وتصير تفتح فقط على الفيس او بصمة الوجه بتكاش ابنك مثلا فاتح تليفونك يدخل على الواتس اب بدخل ما رح يفتح بدون البصمة بالايو اس 18 حيصير فيه تسجيل للمكالمات وهي الناس كثير بيحبوا هاي الشغلة العمري ما سويتها ولا عمري احتجتين يسجل مكالمات لكن كثير نمزجين اسئلة عن برامج لهاي الشغلة الايو اس والايفون حيسجل مكالمات يعني بامرك انت طبعا حيستخدم الذكاء الاصطناعي انه ممكن بعد ما تخلص تسجيل المكالمة يلخص لك بنص او يكتب لك كنص ويلخصه بنقاط بحيث انه يكون عندك مثلا اشي ملخص الشغلة الحلوة انه اذا انت سجلت مكالمة الايو اس رح يحكي للطرف الاخر انه يتم حاليا تسجيل هذه المكالمة فانت ما رح تقدر تضحك عن الناس رح تقدر بالايو اس 18 ترسل رسال باستخدام الاقمار الصناعي مش عارفين رح احتاج هذا الاشي يوما ما في حياتي ان شاء الله اني ما احتاج وايضا بالايو اس 18 رح تقدر تغير رح تقدر تحرك التطبيقات في الايفون بعرف انه هاي موجودة من 10 سنوات الله ما اعلم زمان يعني موجودة من 2014 موجودة بالاندرويد ولكن قبل قدمتها مع تغيير كويس ان يقدموه بصراحة مع انها ميزة مش جديدة لكن كويس ان يعملوها ان شاء الله يعملوها تكون يعني تطبيقها اشي حلو طيب خلنا نشوف بعض الاسئلة من الجمهير الجمهير الكريمة عنا 500 الف جمهور نشوف بعض الرسائل منهم هيا بنا بسم الله بدي اقرأ بعض التعليقات من الناس يعني شخص كاتب لي انه شامي و بوكو هم افشل اجهزة وما يسوون و ايفلس توقعوا انه هيك عن جدي اخوان انا لا اتفق معنا تماما لكن ما بحكي انهم افضل اجهزة اكيد بعض الناس كاتب لي انه واحد عنده ريدمي نوت 8 بتذكروا وصلوا اربع سنوات بيجي تحديثات كويس صراح هذا ايش كويس شباب بدهم مقارن بين سامسونج للجالكسي اي 55 مع الريدمي نوت 13 برو بلس انا عملت عن الريدمي وحكيت عنه وعملت عن السامسونج اعتقد بالاداء و بالكاميرات حيتفوق الريدمي البطارية متشابهين بالشحن اكيد الريدمي اعتقد الفوز للريدمي بس السوفتوير الفوز لسامسونج الشخص بيسألني هل تنصح اشتري الexperia 1 mark 6 شوفوا هذا الهاتف اعتقد انه هاتف يستحق وانا حكيت عنه حكيت عنه بفيديو انه هو جهاز رائع جدا لكن ما بتحسش انه هو منافس الفلاكشاب الموجودين حاليا بالسوق لكن لعشاق سوني حيكون تجربة غير حتكون تجربة حلوة للي عنده في البيت سماعات سوني بلاي ستيشن للي عنده في البيت تلفزيون سوني هيك الاكو سيستم بصير احلى مع هذا الجهاز واحد كاتب لي انه انت شخص محترم جدا معقول مصدق انت الحكات تأكد تأكد يا اخي البعض بشوفني اني ما بحب شركة شاومي انا ما عندي يعني انا ما بكره شركة عن جد يا اخوان ما عنديش كروه لشركة معينة شركة قبل ما بكرهها شركة سامسوك ما بكرهها كل الشركات ما بكرههم ليش اكرههم اصلا يعني هاي الشغلة شخصية يعني ليش تكره شركة اصلا اذا عاجبتك شركة اشتري منها مو عاجبتك شركة ما تشتري منها بدك تقاطع شركة قاطع انا يعني بتفاجأ انه بيسألون عن المقاطعة لو بدنا نقاطع شركات التليفونات اعتقد لازم نقاطع كل الشركات ولازم نقاطع جوجل اول وحدة ونقاطع امازون ونقاطع مايكروسوفت بشكلها معناش حلول اخرى حاليا يعني معناش بديل صدقا مين بديلك حاليا بدل سامسونج بدل ابل بدل هواوي شاومي اوبو مين بديلك ولا موتورولا ما عندك بديل حاليا فبقدرش اقولكو روح وقاطعه بس يمكن اذا عندك جهاز ما تشتري جهاز انت هذا بتقدر يعني تتحكم في هذا الموضوع البعض بسألني مين افضل اونر ماجيك ست برو ولا الجالكسي اس 24 اولترا برضو حكيت عن هذا الموضوع في ريل جهازين من اروع الاجهزة وراح تحب الجهازين يعني انا احساسي ومن ناحية التصوير يعني في تنافس بينهم بصراحة بس انا بمين للجالكسي البعض بسألني عن الانفينيكس الجي تي 20 او البوكو ال اكس ست برو للامان هدول الجهازين ما جربتهم ولكن يعني انا بحترم هاي الفئات هدولا ليش هدول الفئات يعتبروا فئة متوسطة بعطوك اداء عالي الناس اللي بتحب الالعاب هدول خيارين ممتازين واعتقد انه الانفينيكس اقوى فهدول خيار بتقدر تدفع حقه مشغال كثير ورح يعطوك اداء العاب متميز بس ما بتشتريهم عشان كاميرات وتمام متفقين صح بتشتريهم عشان تلعب جيمز فاللي ما معاه يدفع مبلغ كبير هدول خيارين للجيمز منتازين بعض الشباب طلبوا مني شخص اسمه علي حسن الله يزيل الخير اعمل فيديو كل يوم 20 دقيقة عن ايش احكي لا عندي اجهزة صعب انك بس تحكي عن بشكل عام بدون اجهزة بدون اجهزة صعب انا بالنسبة لي صعب اني اصنع محتوى مش مستحيل بدك تعمل ريسيرش كثير وبحثه وتطويره وقراءه يمكن انا بلشت اتعب من هذا الموضوع لكن لو عندي جهاز بستمتع بصناعة محتوى عنه اسهلي بصراحة من اني اروح اسوي ريلز واشياء محتوى لاشياء مش موجودة عندي فعليا ما هو افضل هاتف مستعمل مناسب يكون من ناحية الشاشة والاداء يعني اعتقد افضل هاتف مستعمل هو الهاتف اللي انت بتقدر تدفع حقه ممكن تلاقي فلاكشب لسه سعره بكون 400 دينار 500 دينار مستعمل ممكن ما تقدر تدفع حقه فانت دور على جهاز تقدر تدفع حقه اي شاشة تكون اوليد او اموليد 120 هرتز هتفي بالغرض اهم شيء اذا انت محصور بموضوع الفلوس دور على جهاز تقدر تشتري انا عندي نسيبي الله يذكره بالخير هو مهندس عنده اهتمامات في الحياة بس التليفونات مش اهتماماته ابدا عشان تصدقوني تليفونه الشخصي لليوم ايفون كنه ستة ايفون ستة عشر سنوات صلو وجديد قرر انه بده تليفون جديد ليش؟ لانه بلش الايفون اه علي مشاكل عنده ومش اعماله بيكمل معاه فانا حكت له شو بدك تشتري قال لي بدي تليفون يحكي الو وابعت واتساب والله هيك هو هيك وفعلا راح اشترى تليفون يمكن كله في 90 دينار يعني اه انت بتحكي عن 130 دولار 120 دولار بعد عاشر سنوات راح اشترى تليفون هيك لانه ما بده اكثر قال لي انا لا بدي كاميرا ولا بدي بدي تليفون بس افتح انترنت وابعت واتساب واحكي الو بس فالناس تختلف يا اخوان عن جد تختلف كيف بستخدم او بشوفوا التقنية ايش رأيي بهاتف الانر اكس ناين بي صراحة يمكن جهاز هذا جهاز متميز جدا لاي شخص بدور على جهاز شكله فخم وما بيتكسر بتحمل كل الصدمات هذا خيار يعني خلاص روح اشتريه وتوكل الله هذا اشتريه وهديه لأهلك حيظل يدعو لك لانه جهاز شاشته ما بتنكسر بتعارفين وعملتلكوا تست ما بينكسر بسهولة انا بحكي 100% بس صعب تكسره يعني انا دقيت فيه مصمار اكثر من هيك شو تكتسوي وهذا الجهاز انا بنصح فيه دائما في واحد كتب لي انه الويندوز فون احسن من اندرويد احسن من ايو اس احسن من ابل وفي اشي زي هيك حد لان في واحد كاتب لي انه انا بس بدي الناس تكتب لي تعليقات بهدف زيادة المشاركة ليس اكثر وانا ما برد على حدا الله يسامحك شوف انا زمان كنت كتير يعني اه زي كل صانع محتوى بهمني التفاعل تفاعلك انت معاي بالفيديو اللي بسويه هذا يعني بحسن صورتي في السوشيل ميديا وبيخلي الشركات او الله عنده تفاعل يحكوا معاي حاليا يعني قليل جدا مش اكتب بتحكي معاي وانا فقدت الاهتمام بموضوع المشاهدات والتفاعل انا بحاول افيد هس صرت افكر كيف افيد الناس اللي بتحضرني ان اطلع محتوى مفيد واجري على الله انت ما بدك تعلق ما بدك تعمل شير ما بدك تعمل كومنت حر انت الله يسهل دربك بدك تعمل ديس لايك اعمل انا مش فارقة معاي مش انو انتم مش مهمين ابدا لا كل الاحترام لكم والتقدير بس بقولكم يعني خلاص انا يعني الارزاق على رب العالمين انا بحاول ارضي رب العالمين ارضي ضميري اعمل محتوى نوعا ما لطيف مفيد نوعا ما يعني انا بقولش انو محتواي والله بجنن ومفيد لا حتى يمكن اكثر واحد بيجلد نفسه بالمحتوى انا بحكي لكم كلهم كل صناع المحتوى متميزين بالمحتوى انا بقولكم انا مش متميز فانا مش باشكر بنفسي انا بحاول اعطي اي فائدي لو صغير فاعني ارجوك تفهم علي ارجوك اعمل ما تحطش كومنت خلاص ما ارجوك اشتب الكومنتات كلها عكرت مزاجي يا رجل الله يسامحك خلاص كفي اذا عندكم سؤال اكتبولي في التعليقات تعقيبا على موضوع التعليقات بالعادي انا بجاوب انستجرام اذا بتكتبلي على انستجرام ان شاء الله بوعدك اني بحاول اجاوبك اذا كتبتلي على يوتيوب على فيسبوك على تيك توك على اغلب اني يمكن الاغلب ما رح اقدر مقدرش انا انسان بالنهاية بقدرش الاحق ارد على الكل وفي طاقة وفي نفسي وفي مزاج في الموضوع بتدخل وفي صحة وفي انشغال في اهل فاهمين صح حتقول لي هاي شغلتك لا مش شغلتي ولا شغلك انك تكتب تعليقات ولا شغل اني انا اصنع محتوى انا بعمل محتوى بحب اصنع محتوى وانت بتحب تحضر محتوى خلص التقينا ولا حدا ايه جميلة على الثاني لا انت ايه لك جميلة علي ولا انا ايه جميل عليك ما بتفضل عليك انا باي اشي الله برزقك والله بعطيك كل اشي والله رزقني فانت ملكاش جميلة علي ارجو انه نفهم هذا الموضوع ارجو انه نحترم بعض ارجو انه اتمنى انه انا يكون لي اثر في حياة الشباب اللي تابعوني انه نعلي الاخلاق تبعتنا اهم شيء الاخلاق ديننا يدعو الى حسن الخلق اتمنى انه نقدر نوصل لهاي المرحلة لانه اخلاقنا تكون كويسة يعني انا بدعوش للكمال بدعو لحسن الخلق اتمنى ذلك اخوان الله يعطيك العافية السلام عليكم